اشتركوا في القناة وهو ذو علاقة بعلم التفسير الداخلي للكتاب المقدس وهو منهج أو اسلوب ينطلق من داخل الكتاب المقدس ويظهر طريقة كتاب الأسفار المقدسة في استخدام الكتاب المقدس نفسه كيف يتم اقتباس العهد القديم في العهد الجديد لقد ظل هذا الأمر موضوعاً تناولته دراسات مكثفة حديثة كما ظل محل جدال حاد وانقسمت الأراء المختلفة حوله ويتساءل الكثير من الناس هل يقوم بالفعل كتبت العهد الجديد بالاقتباس من العهد القديم بشكل صحيح؟ أم أنهم يقرؤون ما يفترضون أنه في العهد القديم في حين أنه في الواقع لم يذكر هناك على الإطلاق؟ وهذا يثير السؤال التالي هل كانوا يستخدمون نصوصاً خاطئة لدعم أراء لهتية صحيحة؟ هل يستخدمون العهد القديم بطرق تضفي عليه في الحقيقة؟ معنى يختلف عما كان قد دونه كتابه الأصليون؟ ومن سيكون العالم الذي سوف يعرض موضوع اليوم؟ الدكتور ريتشارد ديفيدسون من جامعة أندروس خبير في هذا الموضوع وقد كتب أطروحته حول علم الرموز في الكتاب المقدس حيث تناول هذه المسألة ومنذ ذلك الحين وهو يتعامل معها بقدر كبير من التفصيل وربما يكون من أفضل علماء الكتاب المقدس في كنيستنا والذين يستطيعون معالجة هذا الموضوع وهو يكشف عن كيف أن كتاب الأسفار المقدسة يستعملون المواد المواردة في الكتاب المقدس بدقة مذهلة ويظهر أنهم لم يستشهدوا بنصوص العهد القديم خارج سياقها لكنهم بفطنة وتبصر فهموا المعنى المقصود الذي أرادوا إضاحه في العهد القديم بحيث يكون الكتاب المقدس بالفعل كتابا جديرا بالثقة ويكشف حقا عن الرسالة التي قصد إصالها من الأساس ليبارككم الله بكل غنى بينما تتعلمون بعض الأفكار والمعاني الرائعة والجديدة حول تلك العلاقة بين العهد القديم والعهد الجديد وكيف اقتبس كتبت الكتاب المقدس المواد التي وردت فيه عدنا إليكم أعزائي ومع الدكتور ريتشارد ديفتسون ليعلمنا عن علم التفسير الداخلي للكتاب المقدس وطريقة استعمال كتبة الوحي للكتاب المقدس نفسه مرحبا بك دكتور ديفتسون إذن في البداية وقبل كل شيء ما هو التفسير الداخلي للكتاب المقدس؟ علم تأويل الكتاب المقدس الداخلي أو التفسير الداخلي للكتاب المقدس هو بوساطة استعمال الأسفار المقدسة السابقة من قبل كتبة الأسفار المقدسة اللاحقة الآن جرت العادة على أن نتحدث عن استخدام العهد القديم من قبل كتاب العهد الجديد لكن في العقود الأخيرة تنام بشكل متزايد الإدراك القائل بأن كتبت العهد القديم الذين أتوا في وقت متأخر أيضا استخدموا أسفار العهد القديم التي سبقتهم والآن أصبحنا نستخدم هذا المصطلح بالمعنى الأوسع أي علم التأويل الداخلي للكتاب المقدس من حيث أنه ينظر في كيف قام كتبة الأسفار المقدسة اللاحقون كيف قاموا بالإشارة إلى الأسفار المقدسة التي سبقتهم وكيف استعملوها وبأي طرق مختلفة استعمل كتبة الكتاب المقدس المتأخرون ما صبقهم من أسفار الوحي المقدس؟ لقد وجدت سبعة طرق رئيسية لا أسمحي لي هنا بأن أقدم وصف موجزا لها سوف أتناول كل طريقة وأشرح القليل عن كل منها وهذا ما قمنا بفعله في الفصل الذي نناقشه من الكتاب إذن الطريقة الأولى التي استخدم بها كتبت الأسفار المقدسة ما سبقهم من كتب الوحي هي ما أسميه بالتاريخ المستمر لشعب الله أو بأسلوب آخر هذه الإنجازات التاريخية التي في الكتاب المقدس يتم تصويرها لاحقا بدقة في مختلف أنحاء الكتاب المقدس على سبيل المثال قصة الخروج أنا حاليا أقوم بكتابة شرح لسفر الخروج وقد وجدت من الناحية الفعلية أن كل سفر يرد في وقت لاحق في العهد القديم وفي العهد الجديد يلمح بالرجوع إلى الوراء أي يشير بطريقة ما رجوعا إلى سفر الخروج وقد تم عرض حدوث ذلك على نحو دقيق ومستمر فهذه هي الطريقة الرئيسية الأولى التي استخدم بها كتبت الأسفار المقدسة لاحقة التاريخ السابق والمستمر الذي لدى شعب الله الطريقة الثانية هي الاقتباسات والتلميحات الآن الاقتباس هو إشارة مباشرة إلى نص من العهد القديم بحيث يكون من الممكن التعرف على ذلك النص من خلال توازيه اللفظي الذي يرد على نحو واضح ومتفرد نحن نعلم ما هي الاقتباسات ونستخدمها طيلة الوقت وهناك في العهد الجديد ما يقارب 300 اقتباس مأخوذة من عهد القديم أما التلميح فيتصف أكثر بأنه غير مباشر إنه إشارة غير مباشرة تعود إلى نصوص العهد القديم بحيث لا يقتبس النص بصيغته الواردة مباشرة ولا تتم إعادة تشكيله مباشرة ولدينا في العهد الجديد ما يصل إلى 4000 إشارة إلى العهد القديم وأيضا العديد من الاقتباسات والتلميحات في الأسفار المتأخرة من العهد القديم والتي تشير إلى كتبة أسفار الوحي السابقة لذا هناك الكثير من الاقتباسات والتلميحات التي تقع ضمن علم التأويل الداخلي للكتاب المقدس ثم الطريقة الثالثة هي المصطلحات اللاهوتية الأساسية لدينا مصطلحات مثل العهد والخلق والبقية والهيكل والمقدس والبر التبرير النسل وفي هذا الفصل من الكتاب أتتبع بعض هذه المصطلحات هذه المصطلحات اللاهوتية التي يستخدمها الكتب اللاحقون للعهد القديم والعهد الجديد وأقوم بالتركيز بشكل خاص على نسل المسيح الذي تم ذكره قبل ذلك في التكوين 3.15 ثم نجد هذا التركيز على النسل في جميع أنحاء الأسفار المقدسة اللاحقة للعهدين القديم والجديد إذن هناك هذه المصطلحات اللاهوتية المفتاحية ثم هناك طريقة رابعة قام من خلالها كتب اللاحقون للأسفار المقدسة باستخدام ما سبقه من كتب الوحي المقدسة وهي الموضوعات الرئيسية وحدة الموضوعات الرئيسية هذه الوحدة التي تجول عبر الكتاب المقدس لذا فالموضوعات اللاهوتية الرئيسية غالبا ما تتضمن المصطلحات اللاهوتية وهكذا نحصل على موضوع الخلق تجدين كلمة خلق ولكن لديك أيضا هذا الموضوع هذه الفكرة التي تتناول الخلق والعهد وهنا أقول مرة أخرى في بعض الأحيان يكون لديك كلمة عهد وأحيان يكون هناك نقاش حول العهد بدون استخدام الكلمة بشكل فعلي وهكذا فموضوع العهد هذا يمتد عبر الكتاب المقدس ومثله أيضا موضوع العلاقات الجنسية والسبت وشريعة الكتاب المقدس والصراع العظيم ومسألة صراع الكوني والمسيح والخلاص وخطة الخلاص وعلم آخر الزمان والأيام الأخيرة وغير ذلك بكثير ودرست بعض هذه الموضوع الرئيسية في هذا الفصل الموجود في الكتاب التفسيري إذن هذه هي الطريقة الرابعة وحدة الموضوعات والطريقة الخامسة هي علم الرموز ما هو علم الرموز؟ أتحدث هنا حول علم الرموز في الكتاب المقدس لدينا مختلف أشكال الرموز هناك علم الرموز في مجال الأفار لكن هذا العلم هنا هو علم الرموز في الكتاب المقدس إنه دراسة الأشخاص أو الأحداث أو المؤسسات التي ترد غالبا في العهد القديم والتي صممها الله بشكل إلهي لكي تنبئ مسبقا أو تدل بشكل مستقبلي على تحققها في نهاية الزمان في شخص المسيح أو في وقائع الإنجيل التي تصدر عن المسيح على سبيل المثال آدم هو رمز للمسيح وهذا الأمر قد ذكر في روميا الإصحاح خمسة والطوفان هو رمز للمسيح وللكنيسة وهذا قد ذكر في رسالة بطرس الأولى ولدينا العديد من الرموز الأخرى في العهد القديم والأمثلة القليلة منها فقط تشمل يوسف والخروج وموسى ويشوع والمقدس وداود وسليمان وإليا وأليشع ويونان النبي والنبي حسقيال وحتى كورش وسقوط بابل هو رمز يشير إلى سقوط بابل في سفر الرؤية وأخيراً وليس آخراً أستير هي رمز للمسيح ولذا فأنا في هذا الفصل أفحص على وجه الخصوص دلالة الرموز الواردة في سفر الخروج وكيف يرى العهد الجديد في يسوع وفي حياته وتجربته خروجاً جديداً يسوع هو الخروج الجديد ورمزية الخروج تمتد إلى الأمام لتشمل جميع أنحاء العهدين القديم والجديد إذن دلالة الرموز هذه هي الطريقة الخامسة التي لجأ إليها الكتب اللاحق للأسفار المقدسة بهدف استعمال أسفار الكتاب المقدس التي سبقتهم ثم هناك طريقة سادسة وهي الوعود أو النبوآت وتحققها ما يقرب من 30% من العهد القديم يندرج تحت مسمى النبوءة المستقبلية وهذا لا يشمل حتى وعود العهد القديم الكثير والتي لدينا في الكتاب المقدس وكان التركيزي بالتحديد في الفصل الذي كتبته من الكتاب كان التركيزي مصبا على النبوآت المسيانية في العهد القديم وقد اكتشفت أن العهد القديم بأكمله في الواقع وبالشكل الذي هو عليه قد تم التشكيله ضمن إطار من النبوآت المسيانية الأخروية إن العهد القديم بأكمله يقودنا إلى يسوع يقودنا نحو المسيح وفي كل سفر من أسفار العهد القديم بعض المراجع أو التلميحات المسيانية التي توجهنا نحو يسوع هناك ما يقارب الأربعمائة نبوءة محددة في العهد القديم حول المسيح وسوف نلقي نظرة على إحداها في وقت لاحق من هذا الملخص سوف ننظر في إشعياء 7.14 بوصفها دراسة حالة من نبوآت العهد القديم والمتعلقة بالمسيح لذا الوعود والتنبؤ بها وتحققها هي الطريقة السادسة التي نرى من خلالها الرابط بين العهد القديم والعهد الجديد وبين كتبة أسفار الوحي اللاحقين واستعمالهم لأسفار الكتاب المقدس السابقة لها الطريقة الأخيرة هي الصورة الأكبر السائدة في الكتاب المقدس نجد في الكتاب المقدس في صفحاته الافتتاحية تلك الأصحاحات الثلاثة الأولى من سفر التكوين نجد ما يسميه العلماء بمقدمة الكتاب المقدس حيث لدينا الموضوع المركزي المهيمن الصورة الأكبر لما يحدث في الكتاب المقدس وهي تتلخص في سبعة جوانب لكل جانب شكل جوهرة مأخوذة من الكتاب المقدس وتلك الجوانب السبعة هي التالية رقم واحد الخلق وقصد الله للخليقة التكوين واحد واثنان ثم في التكوين واحد واثنان لديك أيضا تركيز ليس فقط على الخليقة بل أيضا على الخالق وأن الله هو الخالق ويوصف بإلهيم هذا الإله القدير القادر على كل شيء ثم يوصف أيضا في الإسحاح اثنان بيهوى باعتبار أنه إله العهد الإله الرفيق الذي يقترب منا ليكون معنا إذن هذا هو الموضوع الرئيسي الثاني أو أحد جوانب جوهلة الكتاب المقدس هذه ثم نجد في الإسحاح ثلاثة بروز هذا الصراع الأخلاقي الكوني والذي يتعلق بصفات الله يأتي الشيطان يلضغ كالحية ويقول لحواء هل ينبغي عليك حقا أن تثق بالله؟ لا لا يمكنك أن تثق بالله وألقى بذلال الشكوك حول صفات الله وهذا أدى إلى سقوط حواء وسقوط آدم وهذا الصراع العظيم يمتد بسبب ذلك إلى العالم مثل الطوفان ولكن بعد ذلك الرقم أربعة في التكوين ثلاثة خمسة عشر نجد هذا الوعد الإنجلي إن خطة الخلاص ترتكس في يسوع الذي سيأتي ويموت لأجلنا وهو النسل المسياني والرقم خمسة يشير على وجه التحديد إلى أنه سوف يموت من خلال أن يأخذ مكاننا هناك تلك الحية السامة وهو سوف يدوس بقدمه العارية إن جاز التعبير سيدوس رأس تلك الحية السامة وسوف يحصل على السم الذي كان ينبغي أن نحصل عليه نحن وسوف نحصل نحن على الحياة التي استحقها هو لذا فهو يموت في مكاننا لقد مات عوضا عننا ثم هناك أيضا في سفر التكوين ثلاثة خمسة عشر نجد اختتام الصراع الكوني نجد أن الحية يصحق رأسها وهكذا ينتهي الشر لقد انتهى أمره وهذا ندخل في اختبار الحياة الرائعة كما كانت الحال في جنة عدن وقبل وقوع الخطيئة إلى الأبد والخلفية لكل هذه الأحداث هي المقدس لقد بدأ الصراع العظيم في المقدس السماوي ويسوع الآن يحل الصراع العظيم في السماء وقريبا سوف ندخل ذلك المقدس السماوي وسنكون هناك إلى الأبد هذه هي الصورة الكبرى السائدة في كتاب المقدس وهي تتكشف أمامنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤية لمنتهى الجمال وفي مثل هذه الطريقة الموحدة التي تربط جميع أجلاء الكتاب المقدس لقد وصلت إلى خلاصة مفادها أن كتبت الأسفار المقدسة اللاحقون هؤلاء لم يستخدموا مخيلتهم الواسعة وعلم التفسير على نحو غير سليم أو لغرض تحريف الكتاب المقدس إنهم يرعون السياقات الأصلية للنصوص وقد حافظوا على إخلاصهم لها حتى عندما كشفوا تحت تأثير الوحي عن الأهمية الإضافية لتلك النصوص بالنسبة لأيامهم الخاصة ولأيامنا لذا فهم يأخذون تلك الأسفار المقدسة ويبقون أمناء للمعنى الأصلي لهذه الأسفار ثم يكشفون معناها أكثر أمام الناس في أيامهم وبالنسبة لنا اليوم ما هي القضية الرئيسية في الجدال الدائر بين العلماء حول التفسير الداخلي للكتاب المقدس؟ السؤال الأساسي هو هذا هل كتبت الأسفار المقدسة اللاحقون ظلوا أمناء في استخدامهم لما سبقهم من الأسفار المقدسة من حيث سياقها الأصلي؟ وكما أشرت هناك الكثير من العلماء النقاد الذين يدعون أن الكتب التوراتيين المتأخرين لم يطبقوا علم التفسير بالشكل الصحيح وأنهم كانوا يلوون الأسفار المقدسة وكانوا يقرؤونها من خلال منظور مرتكز أساساً على المسيح ويفردون على أسفار المقدسة المعنى الذين يولونه هم ولهذا لا يمكننا أن نفق حقاً بالطريقة التي يستخدم بها كتبت العهد الجديد الأسفار المقدسة التي سوقتهم علينا أن نستخدم أساليب تختلف عن أساليبهم هذه هي القضية الأساسية هل بقي هؤلاء الكتب اللاحقون أمناء للنصوص الأصلية التي يشيرون إليها أم لا؟ وماذا عن كتبة العهد القديم؟ هل استخدامهم أيضاً التفسير الداخلي للكتاب المقدس؟ نعم هذا سؤال جيد في الواقع تشارك ابنتي التي تعلم أيضاً مادة العهد القديم في فريق دراسي يبحث في الكيفية التي قام بها كتبة العهد القديم اللاحقون باستخدام كتابات العهد القديم الأقدم وقد توصل هذا الفريق إلى استنتاج المثير نفسه والذي يقول بأن كتبة العهد القديم المتأخرين كانوا متناغمين تماماً مع الكتابات التي سبقتهم إنهم كانوا يعرفون التوراة وكانوا يعرفون أسفار موسى الخمسة وكتاباتهم تستند إليها وتظهر انتباقها على أوضاع جديدة لكنهم يحافظون على آمانتهم تجاه تلك الأسفار لدينا الكثير من الأمثلة التوضحية على ذلك ولقد عرضت بعض دراسات الحالة في الفصل الذي فيه الحال كذلك حيث يدرك كتبة العهد القديم اللاحقون معاني النصوص ويظهرون الآثار مترتبة على ذلك وهكذا هم لم يكتفوا فقط بفهم ما تقوله الكلمات لكنهم فهموا أيضاً دلالة تلك الكلمات وأهميتها وأظهروا أن تلك الأهمية ما تزال تنطبق علينا اليوم إن أعظم مشكلة قد تنشأ لو صح قولهم هذا هي أننا حينئذ لن نجد أن الكتاب المقدس كل موحد سيكون الكتاب المقدس مجرد قطع مجزأة هنا وهناك وغير متناغمة فيما بينها قطع متناقضة فيما بينها وسيكون علينا عندئذ في نهاية المطاف كما أعتقد سيكون علينا أن نصل إلى خلاصة مفادوها أن الذي أوحي بالكتاب المقدس ككل لم يكن هو الروح القدس نفسه لأنه لو كان الروح القدس نفسه الذي يوحي بالكتاب المقدس فالروح القدس لا ينقض نفسه وهكذا فحتى إذ يقود الروح كتبت الأسفار المقدسة الآخرين لربما لياروا أمور جديدة أو أمور إضافية فهو لن يقودهم إلى رؤية الأمور التي تتعارض مع ما سبق لذلك فالخطر هنا يتهدد في حقيقة الأمر وحدة الكتاب المقدس لكنني أعتقد أن هناك شيء يتعرض لخطر أكبر ألا وهو كيف نفسر الكتاب المقدس؟ ما هي المبادئ التي نستخدمها للتفسير الكتاب المقدس؟ لدينا مختلف الأنواع لدي قائمة بخمسين طريقة مختلفة يقوم من خلالها الناس بتفسير الأسفار المقدسة هذه الأيام هناك التفسير المواصر لحقوق المرأة وهناك التفسير الشاذ جنسيا والتفسير المثلي الجنس والتفسير الأفريقي ولدى جميع هذه التفسيرات مقاربات مختلفة وجميع يدعون أن تفسيرهم هو التفسير الذي ينبغي أن تستمع إليه فكيف نعرف إذن كيف ينبغي أن يفسر الكتاب المقدس؟ ولكن إذا كان كتبت الأسفار المقدسة أنفسهم يظهرون الطريق المؤدي إلى التفسير الحقيقي والصحيح؟ إذن لا يمكننا أن نستمد مبادئنا من علم الاجتماع أو من العلوم أو من أي مصدر خارج الكتاب المقدس يمكننا في الحقيقة أن نحصل على المبادئ من الأسفار المقدسة نفسها وبالتالي يكون لدينا رقابة على التفسير السليم بحسب علم التأويل لذلك فهذا الأمر مشوق جدا بالنسبة لي ولم يكن ذلك متاحا لدائما حين كنت أصغر سنا لقد علموني أن الكتاب المقدس لم يخبرنا كيف نفسره وأنه كان علينا فقط أن نستبدل تلك المبادئ من مكان آخر وأنا صدقت هذه الفكرة الانتقادية والقائلة بأن الكتاب المقدس لا يمكن الوثوق به من حيث طريقة تعامله مع العهد القديم ولذا علي أن أخبرك بأنني على مر السنين رأيت المزيد والمزيد من الأدلة على أن الكتاب المقدس أمين في جميع التفسير وهذا قد أثلج صدري لقد دلت تجربة القلب الملتهب التي مر بها التلميذان في الطريق إلى عمواس لكي يدرك أن يسوع نفسه عندما كان ماشيا هناك في الطريق قال لهما ألم تر يا ما هو مكتوب عني في الشريعة وفي الأنبياء والكتابات؟ ثم فتح يسوع الأسفار المقدسة ككل واحد وأظهر لهما يسوع نفسه أي المسيح حاضرا فيها طيلة الوقت لذلك فيسوع رأى هذه الوحدة وأنا بدأت للتو في إلقاء نظر خاطفة على تلك الوحدة الجميلة التي كشفها يسوع أمام التلميذين وأعتقد أنه سيكون أمامنا مدى الحياة والأبدية بأسرها لدراسة هذا الأمر والنظر في الطباقات العميقة لهذه الوحدة التي بدأنا للتو الكشف عن سطحها من هم بعض كتبت العهد القديم هؤلاء؟ وما هي بعض مؤهلاتهم؟ لقد كانوا لهوتيين عن جدارة واستحقاق كانوا يبحثون في الأعماق وكانوا يعرضون شرحا معقدا وفائق الجماد للأسفار المقدسة ولأوجه تطبيقها والعلماء إذ درسوا كتابات الأنبياء ممزيد من الدقة ذهلوا تماما لقد أدهجهم عرفة كيف أن الأنبياء كانوا على علم واستيعاب لأسفار التوراة التي سبقتهم وأنهم كانوا يقتبسون التوراة في الأماكن الأقل احتمالا فيونان في بطن أكبر الأسماك في جميع الأماكن يبدأ بالصلاة إلى الله وهو ينقل عن المزامير وكانت صلاته كلها تقريبا مأخوذا من مزامير مختلفة كان يعرف المزامير وكان يحفظها ولقد استدعاها إلى الذاكرة في وقت عصيب هناك في قاعة المحيط وأسفار عاموس وهوشع وإشعياء ممتلئة تماما بنصوص العهد القديم السابقة والأمر نفسه يحدث مع كتبة أسفار عهد الجديد فهي مشبعة بما يأتي قبلها لذا يصير هؤلاء أساتذة في نص الكتاب المقدس ويعرضون أمامنا طرقا لكيفية البحث بعمق والسير على خطاهم في فهم المزيد والمزيد من فراء الرسالة الإلهية كيف نكون أمناء للتفسير الداخلي للكتاب المقدس كما كان كتبة الأسفار المقدسة هل لديك أي أمثلة ملموسة؟ يقول إشعياء في الإصحاح الثامن والآية عشرين يقول أساسا ما يلي انظروا هناك أشخاص من كل أنواع البشر يحاولون لفت انتباهكم هناك الأرواحيين الذين يختلصون السمع ويتمتعون ويرغبون في أن يجعلوكم تستمعون إلى ما تقوله الشاياطين كما تعلمين ثم هناك الثقافة الثقافة المحيطة بهم فكل البيئة من حولهم كانت ثقافة متعددة للآلهة من كل جانب أحاطت بهم عبادات الخصوبة وآلهة الأمم الأخرى وهكذا كان إبقاء تركيزهم على الأسفار المقدسة أشبه بمعركة مستمرة لكن إشعياء أحسن القول حين قال إلى الشريعة وإلى الشهادة أي شهادة الأنبياء الموحة بها إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر وعادة ما نطبق هذا الكلام على العقائد لكننا ننسى أن الكتاب المقدس هو عقيدة والطريقة التي نفسر بها الكتاب المقدس هي عقيدة ولهذا شعرت بحماس بالغ عندما قمت للمرة الأولى بالربط بين النقاط لأدرك أنني تعلمت كيف أدرس الكتاب المقدس من خلال مراقبة الأنبياء وكتبت الأسفار المقدسة وهم يفسرون الكتاب المقدس وهذا يوضح لي كيف أخلع نظارتي وافتراضاتي المسبقة وأقول أيها الروح القدس أرجو أن تدعني أرى يسوع وأرى حقه من خلال الافتراضات التي للروح القدس وليس عبر افتراضاتي أنا هذا هو أملنا الوحيد وهو أمر لا يحدث كله دفع واحدة لكن الله يقدر أن يواصل نزع تلك الافتراضات مننا بينما نفسر كلمته وأعتقد أن الأنبياء يقولون ذلك أن الله في الواقع يسيطر على كيانهم قال أشعياء في عظامي نار محرقة وليس بوسعي إلا أن أتكلم والله لا يعطيهم دائما كلمات محددة لينطق بها لكنه يعطيهم رسالة مصونة من الخطأ رسالة مصونة من الزيف من الأيدولوجيات الزائفة وبالتالي فالمكان الوحيد في العالم الذي لا أحتاج فيه إلى توجيه اندقاداتي والقول هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هذا المكان هو الكتاب المقدس وغيره من الكتابات الموحة بها والتي قمت بفحصها بواسطة الكتاب المقدس هذا هو المكان الوحيد الذي يمكننا فيه أن أفتح ذهني وأسمح لهذا الكتاب المقدس بأن ينساب ويتضفق وذلك لأنني أعرف أن الأنبياء ويسوع وكتبت العهد الجديد قد سلموا أنفسهم لله وأن الله يتكلم من خلالهم بالحق الخاص به بالحق الجميل والموحد والله حفظهم من تشويه الحق لو كانت تفسير الداخلي للكتاب المقدس غير موجود ماذا ستكون النتيجة؟ لو لم تكن هناك وحدة بين العهد الجديد والعهد القديم وبين الأنبياء والأنبياء الأقدم لما كانت هناك نبوآت تتعلق بالمسيح ولما عادت تلك النبوآت صالحة بعد الآن ودراسة الحالة المفضلة دي هي تلك الموجودة في متى 1-23 حيث يقدبس إشعياء 7-14 وقد يكون هذا هو أكثر نص يستشهد به العلماء والنقاد لأنهم يقولون آه بالله عليكم متى هنا ليس مخلصا للعهد القديم فالآية في إشعياء 7-14 لا تنبئ بولادة عذروية إنها تتحدث فقط عن فتاة شابة في سن الزواج وقد تحققت الآية في أيام إشعياء ولا علاقة لها بالمسيح وهذا ما علموني إياه للأسف تعلمت هذا على يد معلم مسيحي ولهذا كنت في غاية الحماس عندما قررت أن أقوم بدراسة هذا الموضوع بنفسي وبدأت بالبحث في طبقة بعض أخرى ووجدت لشدة دهشتي جميع هذه التلميحات موجودة بالفعل بشكل مباشر في سياق الآية في إشعياء 7-14 وجدت أنها تتكلم عن الولادة العذروية لمريم التي ستأتي مستقبلاً وعن ولادة طفلها يسوع الولادة العذروية ليسوع من مريم هل يمكنني أن أشارك فقط بعض تلك التلميحات التي وجدتها؟ حسناً، هكذا أرى الأمر وأنا قد قدمت على ما أعتقد عشر تلميحات مختلفة في الفصل الذي كتبته وسوف أتطرق سريعاً إلى قليل منها هنا ولهذه التلميحات بعد محلي فهي تصف بالفعل طفلاً قد ولد قرابة ذلك الزمان ولكن يوصف بأنه رمز للمسيح باعتبار أنه يشير مستقبلاً إلى المسيح لذلك كان هناك خلفية تاريخية مرتبطة بولادة ابن إشعياء واسمه الذي هو من الأسماء الفضل لديه في الكتاب المقدس وهو اسم صعب واسمه مهيرا شلالة حاشا بزا وهو اسم ابن إشعياء وقد ولد في الوقت الذي كان من المفترض أن تسقط فيه آرام وتسقط فيها إفرايم وقد حدث ذلك تحقيقاً لما أنبأ ديه النبوءة ولكن هناك تلميحات تشير إلى أن النبوءة تصل إلى ما هو أبعد من مهير شلالة حاشا بازا حيث تتناول أموراً إضافية وإليك بعض التلميحات التلميح رقم واحد في هذا جزء من سفر أشعياء سبعة تلتعش وأربطعش يتحول الكلام إلى صيغة الجمع لذا فالمتكلم لا يتحدث فقط مع آحاز إنه يخط بالفعل بين داود أي سلالة داود كلها إنه في الواقع يتحدث إلينا وهو يتحدث إلى كل من سوف يسير على خطى المسيح ونبوءة لها تطبيق أكثر بكثير من مجرد انتباقها على آحاز في تلك الأيام ثم لدينا هذه الكلمة العذراء الكلمة في العبرية هي اللا وهي تعني وهذا المعنى صحيح تعني امرأة شابة سن الزواج الآن لو كان يريد الحديث فقط عن العذراء هناك كلمتان بارثنوس أو باتولا في العبرية وهما تعنيان عذراء لكنها قد تكون عذراء وعمرها 120 سنة وليست عذراء صغيرة سن وليست عذراء صغيرة مقبلة على الزواج لكن كلمة علماه تشير إلى امرأة شابة في سن الزواج لكنها غير متزوجة وهكذا بما أنها امرأة نقية إذا كانت امرأة مخلصة فيفترض إذن أنها عذراء إذن فالآية تتكلم عن مريم أكثر بكثير من مجرد أن تدعوها بالعذراء وتقول أنها ستكون صغيرة السن وفي سن الزواج لكنها لن تكون متزوجة وستبقى عذراء تقول الآية جميع هذه الأشياء الأربعة إن الله من خلال هذه النبوءة يقدم الكلمة الصحيحة التي تخبرنا أكثر بكثير مما كان سيخبر به مجرد استخدام الكلمة الأخرى التي تعنى عذراء ثم النقنة الثالثة أنه في هذه الآية 14 من الإصحاح السابع من صفر إشعياء لا توجد ظروف تحدد الزمان وإليك كيف تترجم حرفيا هذه بالضبط هي الترجمة الحرفية لهذه الآية كما ترد في العبرية هو ذا شابة في سن الزواج غير متزوجة تحبا وتلد ابنا وتدعو اسمه الله معنا لا ذكر للزمن قد يكون الماضي أو الحاضر أو المستقبل لذلك وبكلمات أخرى قد يكون للنبوءة تطبيق محلي تطبيق جزئي في زمن آحاز ولكنها يمكن أن تكون إشارة إلى حدث مستقبلي إلى ما بعد أيام أحاز وهذا بالضبط ما نجده عندما نبدأ في النظر إلى ما يحدث بعد الإصحاح السابع على أي 14 لأنه عندما ولد ابن إشعياء لم يطلق عليه اسم عمانويل الله معنا بل سموه مهير شلال حاشباذا لذا فالشخص الذي سوف يسمى عمانويل ما يزال سيأتي في المستقبل ثم تنتقلين إلى الإصحاح الثامن حيث تبدأ اللغة المستخدمة في وصف عمانويل بأن تكتسب هذا البعد الصوفي هذا البعد الكوني الذي هو أشبه بالفيضان القادم وكأن شخصا يأتي من عالم فائق للطبيعة إنها تصف عالما إلهيا سوف يأتي ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الكوني أيضا ثم تأتينا إلى الآية الثامن عشر من الإصحاح الثامن حيث يقال عن إشعياء وبنيه بأنهم آيات في إسرائيل تدل على أحداث مستقبلية سوف يجريها الله إذن ما هي رشالالة حاشبازا هو علامة لأمر ما قادم في المستقبل ثم في نهاية الإصحاح الثامن لدينا تحول في اللغة من المستوى المحلي التاريخي إلا المستوى المسياني يتحدث الإصحاح الثامن عن الأرض وهي مظلمة وقاتمة من الضيق ولكن بمجرد أن تصلين إلى الإصحاح التاسع والآية الثانية تقول الآية الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما ولم تعد هناك كآبة ويمضي الإصحاح ليقول لماذا لم يعد هناك كآبة تقول الآية السادسة لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام مهلا هذا ليس مجرد ما هي راشالال حاشبازا هذا هو المسيح إنه إنسان ابن داود لكنه أيضا الإله القدير رئيس السلام وهكذا يتيح لنا إشعياء تسعة ستة معرفة أن هذه النبوءة بالعودة مرة أخرى إلى الصح السابع هي نبوءة يتحقق إتمالها النهائي في المسيح ثم تنتقلين إلى الإصحاح الحدي عشر والمسيح يوصف ثانية هذه المرة بلغة الغصن وهو نص يتطابق في بنيته مع الإصاحات السابع إلى الثاني عشر من سفر إشعياء ويسمى هذا القسم بأكماله من سفر إشعياء بمجلد عمانوئيل ولديك هنا سبعة أربطاش ثم لديك هنا أحد عشر من واحد إلى تسعة بالضبط في الجزء العلوي من هذا التركيب القائم على التقابل المعكوس لديك نبوء أخرى في جزء العلوي تماما لدينا الإصحاح التاسع من واحد إلى ستة لذا فهي في القمة ثم هنا لدينا الإصحاح السابع والإصحاح الحدي عشر هناك لذلك لديك هنا التوازن كل البنية المتوازنة التي للمسيح وبالتالي فأنا أرى الأمر هكذا وسوف يكون هناك رسم بياني سيتمكن الأشخاص من رؤيته بخصوص هذه النقطة هنا نجد التقاول بين الرمز والمرموز إليه حيث نجد أن الرمز كان في إشعياء سبعة أربطاش عمانوئيل الإبن المولود والعذراء تلد عمانوئيل ثم في الإصحاح الثامن الآيات واحد إلى أربعة هناك تحقق لهذه النبوء على المستوى المحلي فيما هيرى شلال حاش بزا لكن بعد ذلك تنتقلين إلى نموز إليه وفي الإصحاح التاسع الآية واحد إلى سبعة لديك التحقق النهائي في هذا الإبن الذي يدعى إلها قديرا أبا أزليا رئيس السلام وتقدم لنا الآيات واحد إلى تسعة من الإصحاح الحدي عشر وصفا إضافيا للمسيح إذن هنا بالضبط في سياق إشعياء لدينا كل الإشارات التي نحتاج إليها لكي نعرف أن تلك الآية تتحدث عن المسيح أنت لا تحتاجين إلى أن تنتظر حتى تصل إلى متى لتدرك ذلك وأعتقد أن متى رأى تلك الإشارات وتمكن من استخدامها بدقة كنبوءة عن المسيح لذلك وبناء على ما سبق أستنتج أن متى بعيدا عن إخراج إشعياء 7-14 من السياق أدرك السياق المسياني الأكبر لهذه الإصحاحات من 7 إلى 12 والتي تدعى بمجلد المسيح والتي لا يراها الوسط العلمي الناقد إنه يتجاهلها تماماً إذن تنبأ إشعياء أن الإبن المولود في أيامه سيكون رمزاً للمسيح القدوس الأخير والذي سيولد من عذراء أعتقد أنه من الجميل الغاية أن تظهر لنا الوحدة تماماً هناك في النص وأعتقد أنه يكون لدينا في العادة الكثير من القراء تماماً في السياق المحلي الذي كما أريتك هنا لم أكن بحاجة لانتقال إلى أسفار أخرى لكي أرى صلته بالمسيح ولكن الفصل الذي كتبته والذي يتناول التفسير الداخلي للكتاب المقدس هذا الكتاب الذي صدر للتاو ورجعه فرانك هاسل وهو فصل بجانب عدة فصول أخرى والتي تخوض فعلياً في مبادئ التفسير الكتابية وهي مبادئ تنبثق من الكتاب المقدس ولذا فالفصل الذي كتبته ما هو إلا خطوة واحدة رسالتي من وراء هذا الفصل هي استمعوا إلى كتبة الأسفار المقدسة وهم سيقولون لكم كيف تفسيرون الكتاب المقدس وأنا ممتن جداً لأن زملائي الذين كتبوا هذه الفصل الأخرى قد استمعوا إلى كتاب المقدس وهم يقدمون هذه المبادئ التفسيرية ولهذا السبب لا يكفي قراءة الفصل الذي كتبته تحتاجين إلى جميع الفصل الأخرى لتعرف كيف تتبط معاً فيما بينها وعندئذ أعتقد أنك ستكونين مسؤولة للغاية إن من يقرؤون هذا الكتاب سوف يسرون عندما يرون أن هناك مجموعة قوية من المبادئ التي لا تحتاج لأن تكون عالماً في اللهوت لكي تراها إنها ليست مجرد أدوات يستخدمها العلماء وحدهم إنها أدوات استخدمها عاموس واستخدمها هوشع واستخدمها الأشخاص العاديون الذين كانوا أنبياء وسوف يستخدمها الأشخاص العاديون مثلنا نحن جميعاً فعلماء دينهم مجرد أشخاص عاديون أيضاً وكل ما يقوم به ذلك الكائن الذي يسمونه بالعالم هو أنه كلما تغلغل في النص بعمق أكثر أدرك قلة ما لديه من علم وهكذا حتى نحن كعلماء نكون أحوج من غيرنا إلى طلب العون من الروح القدس لكي يساعدنا في تطبيق هذه المبادئ وفي الاستماع إلى إرشاداته لذلك أنصح الجميع بقراءة فصول الكتاب الأخرى والتي عندما تجمع معاً ككل واحد تعزز مبادئ التفسير التي أعطاه يسوع في الطريق إلى عمواس والتي يعطيها أيضاً الكتاب الآخرون الذين دونوا أسفار الكتاب المقدس دكتور ديفتسون شكراً جزيلاً على الشرح الذي قدمته حول هذا الموضوع الهام بالنسبة لنا وشكراً لكم أعزائي على حسن المشاهدة إلى لقاء آخر في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة